عاد إلى أرض الوطن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والوفد المرافق له وذلك عقب حضوره مراسم الاحتفال بالذكرى المئوية الأولى لتأسيس الدولة الأردنية والذي أقيمت فعالياته بميدان الراية برغدان بالمملكة الأردنية الهاشمية بحضور عدد من الأمراء وكبار العسكريين من ممثل الدول العربية حيث بدأت مراسم الاحتفال بتشريف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية لأرض الاحتفال عقبه تقديم عدد من العروض شملت عرض الموسيقات العسكرية الأردنية والمشاة الصامتة من حرص الشرف وعرض عناصر القفز بالمظلات التي تحمل الشعار المئوية ثم إجراءات العرض العسكري تلاها تسليم الأوسمة من قبل العاهل الأردني واختتمت الاحتفالية بالعرض الجوي للطائرة المقاتلة ونقل الفريق أول محمد زكي تحية وتهنئة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للمملكة الأردنية الهاشمية ملكا وحكومة وشعبا بهذه المناسبة يأتي حضور القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لاحتفال انطلاقا من العلاقات التاريخية الممتدة التي تجمع بين مصر والأردن واستمرارا لعلاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكل البلدين